حلقة جديدة وأحداث جديدة نرصدها مع حضراتكم يوميا على أرض مصر إنجازات تحقيقها الدولة المصرية في مجال الطاقة المتجددة وتتوسع الدولة في تحقيق إنجازات كبيرة في هذه المشروعات حرصا من مصر على الحفاظ على البيئة في ظل أزمات التغير المناقي كما تحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية لإنتاج الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة وتهدف مصر إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035 كما تتصدر مصر دول المنطقة في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأيضا توقع مصر اتفاقية جديدة لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته لأن الهايدروجين الأخضر بالفعل هو ضمان آمن للطاقة المتجددة بيشرفنا في استوديو الأستاذ دكتور إبراهيم أحمد نصر رئيس قسم الهندسة الكهربائية كلية الهندسة جامعة الأزهر هنتكلم أكثر عن هذا المشروع وعن ما وصلت إليه مصر في هذا المجال أهلا بك يا دكتور معانا شرفتان إذن حضرتك كلمني فاندم عن المرحلة الحالية التي تعيشها مصر في هذا المجال مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والاتفاقية الجديدة التي توقع مصر في مجال الهايدروجين الأخضر ومشتقاته بسم الله الرحمن الرحيم بداية أحب أهن سيادتك وسيد الرئيس والشعب المصري وأبطال قوات المسلحة بمناسبة الخمسين عام على انتصارات أكتوبر المجيد بداية المتطاقة الجديدة هذه الحمد لله بدأنا من 2014 نبدأ تبقى لخطة الوزارة التي نحن إن شاء الله في 2022 نصل إلى 20% وده الحمد لله وصل وده وصلنا حوالي 6 جيجا 6 جيجا دي يعني حوالي بالضبط دلوقتي 20% من الطاقات الجديدة وده كان أكبر مشروع يتعمل في الشرك الأوسط منها اللي هو محاطة بنبان دي حوالي 1465 ميجا وده كانت بسسمرات حوالي 2 مليار دولار بدأنا بعد كده لا ده فيه خطة أخرى اللي احنا نوصل لعام 2035 بالنسبة تصل ل 42% من الطاقات الجديدة والمتجددة ده معناه كل ما بزود أنا الطاقة الجديدة والمتجددة اللي انا أقلل ثاني أكسيد الكربون ده معناه اللي انا أقلل الاحتباس الحراري اللي احنا بنشوفه حاليا فيه تغير المناخ وده بكل ما زاد الاحتباس الحراري كل ما درجة حرارة الأرض بتزيد فبدأت الحكومة المصرية الحمد لله تبدأ تعمل مشروعات بدأ فعاليا بعد الكوب 27 بدأت كمان مش تدخل في الطاقات الجديدة المتجددة اللي هي الويند اللي هو الرياح والشمس بدأنا ندخل كمان في الهيدروجين الأغضر واختاروا مكان اللي احنا انتاجه في العين السخنة وبدأ فعلا في عام 2023 او الانتاج بكدرة ميت ميجا واط وده عين المصر برضو نقلة حضارية أخرى لأن الهيدروجين الأغضر ده طاقة نظيفة مفاهاش اي كربون ده زيرو كربون داكسايد مفيش انبعاثات ومفيش ملوثات نهانيا هو سمية هيدروجين أغضر لأنه هو بيبقى مكون من مادة خام اللي هي المية بيحصل فيه عن طريق التحليل الكهربائي بيفصل الـ H2O اللي هو الهيدروجين عن الأكسوجين فلازم يكون مصدر الكهرباء هنا في الحالة دي هو من الطاقات الجيدة ومتجددة وذلك هو اختار مكان العين السخنة ليه لأن احنا عندنا كدرة ألف ومئة ميجا واط في جبل الزيت والزعفرانة دي طاقة رياح فأقدر أنا كده أستخدمها كمصدر للطاقة عشان أقدر أعمل بيها تحليل كهربائي لفصل الهيدروجين عن الأكسوجين فإذا احنا بنخطو الخطة في كل الاتجاهات بالنسبة للطاقات الجديدة والمتجددة سواء كان وينت وده بقى عندنا على الزعفرانة يعني أستخدم طاقة نظيفة زي طاقة الرياح في استخراج الطاقة الجديدة اللي هي طاقة الهيدروجين لأنني لو استخدمت طاقة عادية كهربائي لشان أستخدم بعدها طاقة الهيدروجين الأخضر يبقى أنا لوزت البيئة عشان أوصل لطاقة نظيفة فيبقى ما عملتش حاجة ولذلك سمية الهيدروجين الأخضر لو أنا استخدمت فحم سمية الهيدروجين الأسود وده كل عشان أطلع بس واحد كيلو هيدروجين بيطلع حوالي تساحتاشر كيلو كربون داكسايد وده يبقى ملوث للبيئة جدا لازم أنا عشان أروح للأخضر لازم أستخدم طاقة جديدة ومتجدة اللي هي الويند والسولار وأنا عندي أريدي في العين السخنة السولار السيستم اللي هو الشمسية مش السولار السولار السيستم اللي هي الطاقة الشمسية وأنا عندي أريدي في العين السخنة هو الزعفرانة وعن طريق جبل الزيت فعندي طاقة رياح فقدر أستخدمها كمصدر كهرباء لإنتاج الهيدروجين الأخضر هتوقف محارتك عند هذه النقطة نخرج لهذا الفصل ثم نعود رجعنا مع حضراتكم مرة تانية لازل معنا ومعكم استاذ دكتور إبراهيم أحمد نصار رئيس قسم الهندسة الكهربائية كلية الهندسة جامعة الأزهر أهلا بحركة فاندم معنا مرة تانية وكنا نتكلم عن هذه القفزات المهمة جدا في مجال الطاقة المتجددة وبالتحديد الهيدروجين الأخضر وزي ما قلنا وزي ما تم الإعلان عن اتفاقية جديدة وقعتها مصر لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاتك لن يفندم عن هذه الاتفاقية ودور مصر فيها والعائد على مصر من هذا المنتج طبعا نحن نتكلم عن الهيدروجين الأخضر ليه أصلا كمان الاتفاقية دي وإيه العائد اللي يرجع علينا كمصر هي دي كانت الفكرة كمان اللي أنا بستخدمه في العنو السخنة عشان يبقى فيه عندي ثلاث مميزات أستخدمه أول ميزة اللي هو أنا محتاج عشان أنتج هيدروجين محتاج مية فالبحر الأحمر موجود عندي فأقدر أعمل لازم أول حاجة أحل المية دي من المية الملحة إلى مية عزبة علشان أقدر أخذ منها المية وأقدر أعملها تحليل كهربائي أحاول أخذ الهيدروجين وأفصله عن الأكسوجين ثاني حاجة اللازم مصدر كهربائي نظيف ولذلك هو سميه أخدر الأخدر ده أنا عندي فيه حاجتين إما يكون فيه مادة الخام أو المصدر الكهربائي فمادة الخام هي المية في الحالة اللي هو الهيدروجين الأخدر طيب المصدر الكهرباء لو أنا استخدمته كويند اللي هو الرياح والشمس سميه أخدر لو أنا استخدمته طاقة نووية فيسمي أصفر فده لهذا الغرض أو لهذا المسمى سميه الهيدروجين الأخدر بعد كده يبقى أنا عندي أول ميزة اللي أنا عندي البحر الأحمر فبستخدم المية للتحليل ثاني ميزة اللي أنا عندي مصدر الكهرباء اللي هو أقدر أستخدمه فأصبح مفيش عندي سانيونكسيل كربون خالص ثالث حاجة بقى اللي أنا عندي دي مينة طب أنا المينة دي علشان أستخدمها علشان أقدر أصدر الهيدروجين إلى أوروبا طب أصدره إزاي اللي أنا عندي أوريدي مينة أحطه في حويات سفن حويات وفي تانكات كبيرة فأقدر بسعيتها الهيدروجين وصاد الدولار طب أنا عندي أحد عيوب الهيدروجين اللي هو خفيف جدا فعشان خفيف فمعنى كده عاوز تانكات كبيرة فأستغل لاستغلال آخر اللي أنا أحاوله إلى سائل تاني هو اسمه الأمونيا وأضغطه وبعد كده أقدر أحاوله والآمونيا دي أقدر أستخدمها استخدامات بقى في الطاقة سواء كانت عندي ممكن أستخدمه بدل الغاز ممكن أستخدمه عندي في الدفيات في أوروبا ممكن أستخدمه كمان في مصانع الأسمدة زي ما أريدي عندي أنا في مصر فده عاد علي اللي أنا استخدمت الهيدروجين اللي أقدر عندي في مصر اللي أصبح عندي بدل ما أنا أوصل أو أعمل ربط عن طريق أوروبا عن طريق شبكات كهرباء أو التكلفة كبيرة جداً عن طريق الكابلز نفسها لا ده أنا أحاوله إلى سائل اللي هو الأمونيا وأقدر أصدره لأوروبا وكده دخلت دولار لمصر فده عائد علي أنا بالفكرة دي لأن أقدر أصدر بقى الكهرباء بدل ما كنت بصدرها عن طريق أسلاك كهرباء دلوقتي أقدر أصدرها عن طريق تنكات مشحونة بالشحنات أو بالسائل الأمونيا اللي هو أريدي جاي من الهيدروجين الهيدروجين ده أنا خلاص فصلته عن طريق المية خدت منه الهيدروجين بعد كده عن طريق الهواء الهواء أصلاً فيه منه 70% منه نيتروجين فأأخذ النيتروجين مع الهيدروجين ويبقى أحاوله إلى سائل اسمه الأمونيا اللي هو الـ NH3 يبقى عندي 3 عنصر من الهيدروجين مع عنصر من النيتروجين سمية أمونيا حاولت السائل السائل ده ضغطته حاولته بعد كده أو شحنته في تنكات ووصلته إلى أوروبا استخدم بديل تماماً للطاقة وده أقدر استغلال أمثل بعد ما حصل فيه مشكلة في أوروبا عن طريق الطاقة بعد حرب أوكرانيا القائمة حالياً فأقدر أنا أصدر بدل مصدر غاز أقدر أصدر هيدروجين ده أنا جايب مصدر الكهراء بتاعه عن طريق الويند والسرار وده أنا ما استخدمتش أعتبر عندي فوق الوقود عشان أوصل أو أحصل على طاقة الرياح والطاقة الشمسية دي من أحد المميزات تكلفة تبقى تكلفة عالية في الأول في البداية جداً بس أنا ما عنديش اللي هي حاجة اسمها اللي هي التكلفة الإضافية اللي أنا محتاجها الوقود الوقود عندي بتاع ربنا سبحانه وتعالى هو الرياح والشمس فموجود المصادر دي الطبيعية عندي على طول فقدر أنا أستغلها في إنتاج الهيدروجين ومن ثم الأمونيا اللي أنا أقدر أصدره لأوروبا أو أستخدمها عندي في مصر استخدام بقى هذه الطاقات بالنسبة لمصر أنا أقدر أستخدم الأمونيا اللي أنا حاولت الأمونيا ده قريدي عندي في مصانع أمونيا في مصر أقدر أستخدم بيها أستخدمها في مصانع الأسمدة ومصانع الكيمويات أقدر كمان ممكن فيما بعد أستخدمها في العربيات سيارات العربية العربية بدل ما هدر وقت بالبنزين أقدر أستخدمها بالهيدروجين بس هي أقل تكلفة هو الغاز أقل كسافة لأن أحد عيوب برضو الهيدروجين اللي كسافته أخف بكتير من الغاز بس لو إحنا نجي نتكلم بالغاز الغاز ملاوس للبيئة مش زيرو كربون فده معناه الهيدروجين سيبقى أفضل في المستقبل وبعدين تبقى للطاقة الدولية اللي أنا المفروض أوصل لأشرين خمسين اللي أنا أقل الطاقة إلى خمسين في المائة عشان إحنا كلنا شايفين التغير المناخ الموجود حاليا وإحتباس الحراري فده بيؤدي إلى انصهار الجليد ولا لقدر الله يؤدي إلى كوارث طبيعية هو بيؤثر على كل المخاصيل الغذائية والثروة الحيوانية كل ثاني أكسيد الكربون حضرتك بيؤثر في الصروة اللي هو أنا عن طريق التلوث اللي في البحار بيؤثر في النفس نفسه بيؤثر حضرتك على النباتات بمعنى أنا عندي تلوث في الجو فبيحصل مطر دي أمطار حمضية بتنزل على النباتات يندسر بعد كده نباتات عندي فمعنى كده أبوص ألاقي اللي هي بالنسبة للزراعة مضرة بالنسبة لصحة الإنسان مضرة بالنسبة للثروة الحيوانية مضرة بالنسبة للاحتباس الحراري اللي هو أصلاً ونسبة للثرو السمكية والبحار مضرة كل حاجة فده لأنه في الآخر لازم تروحي حضرتك اللي أنت تقليلي ثاني أكسيد الكربون اللي أنا وصلت أنا في مصر اللي أنا دلوقتي حالياً ووصلت العشرين في المئة ده معنى إيه؟ لأنا قللت ثاني أكسيد الكربون عندي في مصر لعشرين في المئة وما جاء أوصل لخطة الوزارة لعشرين خمسة وثلاثين لاثنين واربعين في المئة لأنا قللت ثاني أكسيد الكربون لاثنين واربعين في المئة قربنا نوصل للخمسين طبعاً بعد كده يعني الخطوة خطوة هو المفروض في أوروبا كمان بدأهم يوصلوا عاوزين يوصلوا إلى تمانين في المئة طبعاً من إنتاج الكهرباء يعني لازم العالم كله يروح وحتى في بعض الجهات بدأت في حاجة اسمها التلوث أصاد الكربون اللي أنا معنى دلوقتي أنا بلد كصين أو أمريكا من أكثر البلاد الملوسة للبيئة أنا مش قادر أقل المنسان يوصل الكربون أروح لبلد أقل عشان أصنع فيها فأصنع فيها طاقة جداً متجددة يبنى معنى كده اللي أنا كأنني بشير التلوث مقابل الدولار اللي أنا أروح عندك أنت تطاقة جداً متجددة وده اللي حصل في الكوبتوينت سيفن وبدأت عندنا في مصر يعملوا حاجة اسمها الشهادات الكربونية الشهادة الكربونية دي لو أنت كمصنع لك نسبة من ثاني وكسير كربوني ما نزلتش عنها خلاص عا تدفع زيبينة عقوبة فأصبحت دي لازم العالم كل يروح لها بدي توطين صناعة الكهرباء صناعة الكهربية وده أصلاً بدأنا فيه برضو عندنا وبدأ فيه حاجة اسمها توطين صناعة الكهربية ثم توطين الهيتروجين التوطين ده معناه لأن أوصل بنسبة التصنيع لأكبر من سبتين في المية ما يبقاش لا أنا أجمع عندي فقط فده معناه أجمع أو صنع أو أنتج لا أنا عاوز أصنع يعني كل الكمبونة معظم الكمبونة تزيد عن سبتين في المية تكون عندي هنا موجودة في مصر مش أنا أجيب الكمبونة من بره وأقول أنا بصنع لا أنا كده ما بصنع شي بقى لازم فيه مصانع لإنتاج الهياكل لإنتاج البطاريات لصناعة السيارات ومجب بالنسبة للهيتروجين الأخضر لازم يكون عند محطة تحليت مية مصدر كهرباء نظيف بعد كده الحويات اللي أنا أنقل عليها في كل حاجات دي إنتاجي أنا فأنا أقدر ساعتها أستفيد وأقدر أصدر وأيبقى الدولار أصاد النسبة الكهرباء اللي أنا قريدي مش عارف أوصلها عن طريق الأسلاك اللي هي الكيبلز نفسها فأقدر أعملها بأقل تكلفة وأقدر أدخل الدولار لمصر ودي حاجة إنجاز طبعا حاجة كويسة جدا لمصر بالتوفيق دايما يا دكتور بشكرك جدا أستاذ دكتور إبراهيم أحمد نصر رئيس قسم الهندسة الكهربائية كلية الهندسة جامعة الأزهر شرفتني يا دكتور شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة على أرض مصر